الحمد لله الذي منع لنا بوجود سيد الأولين والآخرين الحمد لله الذي منع لنا بوجود سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد ناصر الحق بالحق على أهله حق قدره ومقداره العظيم أرد الله تعالى عن شيخي وحبيبي شيخ الإسلام حاجي الرحيم صورة إبراهيم تبقى تذكرا مظاهره تبدو لدى من تبصر فصورة إبراهيم تبقى تذكرا مظاهره تبدو لدى من تبصر وأشكاله ترن على كل منقر وإن كان برهام البرازخ بشر إذا آب للمولى العلي والتفكرة متى دفنوني في التراب تحدثوا متى حان وقتي قام من لا ينكث وقام مدير الوقت يرقو ويبعث وأمتنا في زمرة الحق يحرثوا لقد كان ينوي الخير لو كان مقصر أجاور ربا واهبا متفضلا بجمع القلوب في الإله مفاصلا وسامره في السر دوما مجللا وزادي ومركوبي جمال مجملا بقبري ويغضي العبد ما الكل حير حياتي رموز كلها وإشارة خيالي صفات الجمع تتلو بشارة وأسمى عظام للمسير سيارة وألغازنا تغني الوجود منارة تفصر مهما ذلك القبر بؤفرة وكنت حروفا عاليات وأسطرى وكنت على الأكوان حرف محو هراء من السامية الغر فرد موتراء وكنت من المجهر عزيز وأكبر فوقعها شخصي متاقم مظهر تخميص لأبيات شيخ الإسلام قام بها صديقي الحبيب محمد أحمد عبد الله أتجاني أم عشاشاتشادي سيدي الأمين الشيخ محمد الأمين الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين توجيه الخطاب هنا في الآية ليس لعموم الأمة وإنما لخلصائها أو الخاصة خاصتها ألا هم مسائرون إلى الله الأمر بالتقوى في الآية للمؤمنين ومعروف جليا أن التقوى في مقام الإسلام بدنية وفي مقام الإيمان قلبية وفي مقام الإحسان روحية أخرج الشيخاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين الصادق هو من انتهج نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم لقب بصادق الأمين لكونه صلى الله عليه وسلم تخلق بالأخلاق الفاضلة فالصدق إذن ليست صفة ذاتية وإنما هي صفة تسري في كل الأخلاق صفة يفتقر إليها كل خلق ولا تفتقر إلى أي منها الصدق يسري في الصفات كما يسر دم في العروق ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هذا مدخل وتمهيد سألتقط الخيط هنا فأدخل في صلب الموضوع طارحا على اللجنة سؤالا ألا وهو لماذا كان شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيري هل لأن هذا الشاعر النقاد العربي ناقشوا وبحثوا وقتلوا قصائده بحثا ثم بعد إجماع منهم وافقوا على أن هذا هو الشاعر المفضل فعرضوا تلك الموافقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق عليها صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا المنح أو من ذاك المبدأ الإجابة لا شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة كلها حب شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع من أمه الصدق ومن أبيه الحب مرة أخرى شاعرنا هذا رضع من أمه الصدق ومن أبيه الحب الحب وحبي صحيح ثابت متواتر قفوت أبي قاساه وهو كبير وحبي صحيح ثابت متواتر قفوت أبي قاساه وهو كبير اسأل أي عالم من علماء مصطلح الحديث أن يعرف لك كشيخنا العلام الحاج عبد الله المشري لو سألته أن يعرف لك ما معنى الحديث المتواتر ستسمع منه كلاما طيبا إذن فما عن الحب المتواتر الحب المتواتر ربما يسأل مثل هذا السؤال يسأل عنه أحمد الدرويش كأحمد إذن شاعرنا هذا نشأ في هذه البيئة نشأ في هذه البيئة التي كلها محبة لله ولرسوله ولشيخ الختم التجاني نشأ في هذه البيئة هي بيئة كلها محبة ليست محبة بمطلقها ليس الحب بإطلاقه أو بمطلقه ليس حب سلمة ولا فرتنة ولا ليلى ولا أم كوثمن ولا مرجمة وإنما حب الله ورسوله والشيخ الختم التجاني رضي الله عنه وهذه البيئة التي نشأ فيها الشاعرنا المفضل كما يقول ابن خلد وهو كعالم اجتماع ولا في فكرتها الإنسان ابن بيئته وهي فكرة وافقه عليها كثير من العلماء مثل الدكتور علي الورد العراقي في كتابه مهزلة العقل البشري وخالفه أيضا علماء كثر كمحمد جلال القصاص في كتابه خطيئة ابن خلد لكن شعرنا هذه البيئة التي نشأ فيها هي بيئة كلها قلت لك أنها محبة لله ولرسوله ولشيخ التجاني رضي الله عنه شبه على هذه البيئة شبه وكان كما يقول الإخوة المصرين طازة طازة فنسمعه وهو يعبر في مرحلة من مراحله الأولى ويقول لنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا كاقتبس هذا من مقولة قيس بن الملوح المبتلى بحب الليلة العامرية وفي مكان آخر تاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني محب المصطفى الدهراء ما غشاء إذن شاعرنا في مرحلة الأولى من مراحل حياته كان طازة كما يقول الإخوة المصرين يعني الأرض خصبة القلب كان مهيئا والأرض خصبة فماذا يفعل فنحن معه في مرحلة اللائحة وهي مرحلة جواري أجاوره بكوسة وهو بطيبة وأبصره بالنور والقلب للمقال هذه مرحلة الجوار بعد مرحلة خلو القلب الأرض الخصبة هذه فهنا نستمع إليه وهو في مرحلة الجوار مع المصطفى أو مع الممدوح صلى الله عليه وسلم أجاوره بكوسة وهو بطيبة وأبصره بالنور والقلب للمقال كوسي قرية في غرب العالم وطيبة مدينة في شرق العالم المسافة بين كوسي وطيبة مسافة بعيدة جدا لكن شاعرنا هذا استطاع بفضل الله عليه وبحبه لرسول الله أن يطوي المسافة كلها وأن يجعل كوسي وطيبة كتلة واحدة بفضل حبه لرسول الله وحد المكاينين ومع بعد المسافة بين كوسي وطيبة إلا أنه وحد وجعلها كتلة واحدة وجعل من سالبه الإبراهيمي ومن ذاك الموجب المحمدي كتلة واحدة صير منها نوراً أضاءت الأكوان كلها لا أقول لك تياراً كهربائياً وإنما نوراً أضاءت الأكوان كلها وجاوره بكوسة وهو بطيبة وفي كوخه الصغير هذا بكوسة وهو بطيبة ولأن المسافة بعيدة جداً لا يمكن للعين الجارحة أن ترى كل هذه المسافة فقال وأبصره بالنور لأن الإبصار لا يمكن إلا أن طريق النور هنا والقلب لا المقلل عين الجارحة والمجاور إصطلاحاً هو أن يذهب الإنسان إلى أحد الحرم الحرم المدني أو الحرم المكي أو الحرم المقدسي أما أن يجلس في كوسي ويجاور صلى الله عليه وسلم فهذا الجوار جوار معنا هذه جوار معنا قام بها شيخنا العالم شاعرنا هذا المفضل عند رسوله المفضل الذي وصفتمه بالمفضل عند رسول الله وهو المفضل وسنعرف كيف كان هو المفضل إذن فشاعرنا هذا في هذه المرحلة وهي مرحلة الجوار المعنى جاور صلى الله عليه وسلم أيك جسماني بسنغالة إنني بروح لدى ذاك الحبيب المبارك مرحلة أيضا من المراحل التي مر بها مع ممدوحه ومع محبوبه صلى الله عليه وسلم ينتقل بنا شاعرنا هذا بعد مرحلة جوار المعنى إلى مرحلة الصفاء فلم تأتني الأخبار من غير أحمد ولا مخبر عندي سوى خير من صفاء حسبت متيه الدنيا إن قضت راح أهلها ولم يبق إلا منح منا وقد صفاء هذه المرحلة التالية وهي مرحلة الصفاء بعد مرحلة الجوار صفاء للممدوح صفاء للممدوح فلم تأتني الأخبار من غير أحمد ولا مخبر عندي سوى خير من صفاء حسبت متيه الدنيا إن قضت راح أهلها ولم يبق إلا منح منا وقد صفاء وأيتمت إلدتي هذه المرحلة الصفاء التي يعني غادرت أوطاني وأهلي وأسرتي هذه المرحلة التي هي المرحلة اللاحقة التي عاشها مع ممدوحي صفاء له صفاء له بمعنى إنه استغرق استغرق في الممدوح استغرقه عبارة المعروفة عموما لكن في استلاحاتنا نحن المتصاوي فنقول أنه فنى 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 في الممدوح فنى في الممدوح فناءا كليا ولما فنى في الممدوح صح له البقاء صح له البقاء فلما بقى للممدوح فصار لزاما عليه أن يتحرك أن يتحرك إلى ممدوحه يتحرك جسمانيا إليه أن يترجل ماشيا إليه فماذا يفعل؟ إذا صار لزاما عليه بعد هذه المرحلة وهي مرحلة الصفاء مرحلة الجواء مرحلة الصفاء هذه المرحلة اللاحقة وهي أن يترجل ماشيا إلى ممدوحه فترجل ماشيا إليه لمن وفدوا من تلجزيرة بينما وفدتم من الأقصى لقيتم متاعبا وقد جبتم الأجواء ليلا وفلككم به شابك الملاح تلك الصحائبة إذن تجشم كل هذا العناء شابك الملاح تلك الصحائبة وتجشم كل هذا العناء والسفر قطعة من العذاب أو هو العذاب كله تجشم كل هذا العناء لأنه لا يمكن أن يتحصل على كل مرغوبه عنه قال ولو كنت نعلا للأمير لتم لمراده لكن هذه لا بد أن يتحرك جسمانيا ولو كنت نعلا للأمير لصح لمراده لتم لمراده وإلا فالصديق المراطف فتحرك جسمانيا إليه وصل إليه وقد جبتم الأجواء طوء ليلا وفلككم به شابك الملاح تلك الصحائبة فلما وصل إلى الممدوح صفى له المحمدوح صفى له واختي والحبيب يخصص له ما معنى التخصيص يعني العطاء أعطاه أعطاه صفى له بمعنى أعطاه أعطاه ماذا أعطاه قلبا أعطاه ماذا أعطاه عقلا أعطاه ماذا أعطاه روحا أعطاه سرا وأعطاه كاش إذن بعد هذه العطاءات كلها بعد عطاء القلب والعقل والروحاني والروح والجسمي أو السري أعطاه جسمانيا يعني أعطاه كاشماديا أقول ملا سرا وروحا وكالكلا وحتى ملا أكيا سرا والحقائق إذن فبعد هذه العطاءات كلها ماذا يفعل المشاعر المفضل بكل هذه العطاءات هل يرجع بها إلى كوس إلى قرية إلى كوخه الصغير ويأكل كل هذه العطاءات وحده أو ينفرد بهذه العطاءات هو نفسه راودته نفسه مرة من المرات أن يفعل هذا راودته في مرحلة أن ينفرد بهذه العطاءات فعبر عن هذه المراودة قائلا كنت أريد أن أمر على الدنيا مرور كرام لو لا هذان الماكران لو لا هذان الماكران كنت أريد أن أمر على الدنيا مرور كرام لو لا هذان الماكران فقلت له جزى الله الماكران خيرا جزى الله الماكران خيرا إذن فرجع بهذه العطاءات كلها لا لا يمكن أن يرجع بهذه العطاءات لأن كوس أو الكوخ لا يتسع لها هذه العطاءات كلها الدنيا كلها لا تتسع لهذه العطاءات فماذا يفعل وطوف في الآفاق وجمجم في الأجواء طورا على هيكل يبر البراء وحنين عشار على أوت البحار الزاخرات والأمة قصد فيهم أن أسوقهم علم خالق بأن سفري فيه حظ من حظوظ البشر إذن فلا بد أن ججول بكل هذه العطاءات ليعم بها النفع بهذه العطاءات نشر الإسلام بهذه العطاءات نشر الطريقة للتجاه بهذه العطاءات أقام السنة أحيى سنة رسول الله فهذه العطاءات هي التي نعبر عنها نحن بالفيضة هذه هي الفيضة إذن فجال بهذه العطاءات الدنيا والملكة والملكوتة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم هذه مرحلة لو شئت عما فيضه البسيطة مرحلة لكن هو يخبي لنا الزمن أنه كمان القلوب نارك عما الفير لا شك لن ترى فهذه العطاءات كلها هو نصفها نحن بالفيضة تحرك بها نحو العالم كله وجال بها إلى أن شاخ مرض شاخ مرض الحبيب شاخ مرض يلومونني الشاب فودي ولم أزل أسير غرامي لم أبل بملامية فشيب وتهيام ووجد ولوعة على غير محبوبي تعد مساوية إذن شاخ الرجل مرض اعتراه ما يعتر كل من في سنه فيشفي سقاما كلا عنه طبيبه وجراحه واشتد في الجسم ويله جلال مظهر الجلال هذا وفر صبار بعض طول تجلدي وقر طل الدمع حقا ووبله على أن لطف الله ثم جماله هذا مظهر جمالي ثم جماله لقد غمرني لا يرعوض شكله يجل عائدون لا يرون مشوجة فقد غاب فرع الصقب عنهم وأصلهم مظهر الكمال هذا شرحت بذا حالي هل يتأوه الرجل لم يتأوه ليس من من لم يصبر على بلواه مقام الصبر ليس من من لم يلتذ بمولاه مقام الشكر شرحت بذا حالي ولست بحاجة إلى الشرح فسألته لماذا لم تشرح لنا الحالة وتبجي لنا مع أننا كلنا آذان لك صاغية شرحت بذا حالي ولست بحاجة إلى الشرح والتبيين والحل حله مع الحق حالات الأمين كحالة مع المصطفى في الأحمدية والمحمدية وهم الراداران اللذين أو اللذان يسير بهما ومعهما معية ذات هذه ومعهما يسير بهما شاعرنا المفضل وهي الأحمدية والمحمدية وهم الراداران بأسلوب عصري لكن شاعر والد الحاج محمد المشري بعبارته وهي الأدق وأكثر أناقة وأدبا مصدران هما مصدر قلب يذوران حوله وفي القلب الذات العلية مصدر هذه عبارة مصدران هي الأكثر دقة وأناقة وأدبا إذن الشاعر هنا ماذا يقول لنا مع ذكر مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق بيوم يأتله هذه بروتوكولات وأسباب حياة خاصة به وللجموع وخلف جموع ينتبون لحزبكم يعموه متشفيع أكتع أجوع ربما الكلام فيه بعض الغموض أو يكتنفه غموضا ما لكن شاعرنا المفضل هذا فحل فحل فالذي يتناول كلام الشيخ إبراهيم لا بد أن يكون جانب الأدب صام برصان وجانب الثوق أيضا صام برصان لأنه ليس بشاعر ضعيف وإنما هو شاعر فحل أدبا شاعر فحل ثوقا إذن فهذه الخلاصة التي أقول لكم فيها أن شاعرنا هذا هو المفضل لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما هو المفضل لدى رسول الله خطيبا هو المفضل لدى رسول الله طفلا شيخا كهلا الخلوة الخلوة فكر والجلوة ذكر وبينهما تنتصب معارجه ولا وصول إلى مدارجها إلا بالضرر في الأرض حتى مجمع البحرين الخلوة فكر والجلوة ذكر وبينهما تنتصب معارجه ولا وصول إلى مدارجها إلا بالضرر في الأرض حتى مجمع البحرين وللطريق عقبات ووهاد فللجبال تعب وللصحراء نصب والسائر بينهما يتعلى ويتدلى بين خفاء وجلاء يتلذز بالضناء ويتغذى بالنصب ومن ظن أن بلوغ ماء مدين بغير سفر فهو واهي فحمل يزمدك على عصاك يا قلبي وارحل فعلى شاطئ الجوار الآمن توجد منازل المحبين مقطع شيخ من رواية عودة الفرسان اشترات محمد فتح الله كولن رائد الفرسان القادمين من ورائل الغيبي للأدب المغربي المرخوم فريد الأنصاري بما أنه في مقام المسيح أسمعكم أسمعكم المهابياتك الحب مسألة بغير جوابي الحب مسألة بغير جوابي فإذا دعوت دعوت غير مجابي الحب مسألة بغير جوابي فإذا دعوت دعوت غير مجابي قضت الصبابة أن تموت متيما فاصبر تنل بالصبر أجر مصاب فدع الإقامة دون مطلبك الذي ترجوه وارحلت قعدة تجواب دعها من النيابتين تحثها نغمات حادي العيس بالإطراب غلباء إن ترقل تخال كأنها فلك ترى ما في خضم صراب وجناء لم يبقي الصرى منها سوى رمق يشير بجيئة وذهاب وبقية من أعظم مهزولة طفقت تقلقل في أرق إهابي أفلا تحم إلى الأراك وقد رأى حلد الربيع كسى الجسوم روابي وأذابها عضاق النسيم وإنما كثف الهوى والجسم غير مذابي ينازلين بذي الأراكة أو بذات الجزع رسمي عزة ورباب هل عندكم علم عن العالمين أو عن معهد بالرقمتين خراب إني أحن إلى العذيب وأهله وإلى مياه للعذيب عذابي ويشوقني من نحو طيبة نسمة تم بالمشوبة بطيب الأطياب هي الشاعر اليمني عبد الرحيم البراعي مشوبة براعي بتاعكم متاع اليمني الشيخ تجاني بأن القصة بهم دامنة كيف أعرف لك يا أخي بأنه دامنة قصة بي دفع عندك دامن قصة بي موين دفع رزيمة لما شوكت عربي قصة بي موين الشيخ محمد المامون الشيخ براحم مامون باي مامون شيخ محمد المامون الشيخ محمد المامون الشيخ محمد المامون باي باي مامون وإنشاء آنا يحدث من كل يوم الجميع البيعاتي إحداظ البيعاتي 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 الضغرق واتي كهير البيعاتي اللي صنعنا من المتادسين من عدد مركز لقد انتظرت الأمر بروس المتادسين من تجد تجرح أيضًا منتظرت البيئراؤ يجب أن نشاهد بيرود. عندما نشاهد بيرود في بناء المدينة المنزيز حتى دون أنوات ودوء و espد النزيز يفرست مزان بيرود في المدينة يجب أن نشاهد بناء الثقة بهذا السابق يازال يرى أن يتواجدك فرصار بأسانل ولكن عندما يدفع بنعي سابقين تقلق القادم يتواجده ولكن عندما قلت تولى للقارب فرصام يدفع بأسانل ولكن عندما يتواجد كثير ماذا يفضل أنه يدعني حيث لا أريد من zostوم العديد على هيعوจะ عندكم أما ningún أو مراجعة ايه لا أتب disposable كأن هذاعج مصطفbreaker عندما ي influenceر أن في من breaks Kristen observed وإرا ن cummer كنت لا دعون يتحدث على قد التحدثي بالتقام بشرقه يتحدثونونه حيث سناعدت يستطيع بالبعض لا تبق المستقب له فتشمل مستقب وتعالى فتشل قبل أن يصبح نهاية كثير من الشيخ عندما ينهي الوصول ايضا ينطبه يكون معا في ساعتنوا من أحدكم دخول الوصول وانت تسنى التداره على تساقوق الناس ميز لنا للمشاهد الكثير من الناس لا يوجد قد اتاري خصوص اللدك اتفعلوا مكتابة وعقد سنحن نذهب بعد غير مكتابة إنها تعالية عملاً سأرّه وطنع لسيارة أ disappointing عندما إعلارت بأمود أراد أسراد لنا كنواساً ونحنًا ونحن ذكرر أراد المسازين كنواساً كنواساً فهو بخير و أنه يزال على التدريب الأولى و أنه يزال على التدريب الأولى فهو بمانا، بسكيط، ونصر على التدريب فهو بخير في نظام المعامل وأن يصبح بشكل الوضع فهو بخير ونصر على التدريب الأولى إن هذا يفعل أن رجال يإمكانك الكثير من الفقل هذا يجب أن يجب ان يكون مفاجئاً ань شيئاً يجب أن يجب أن الإخدار في المواء فإن يكون الأفتار المسرحة جهلاً يحتاج إلى هووف أن يكون على وجه مفاجئين لأنه يدفع به وإنهي بشارك رسول الله يسرع المسرحات الإخدار إلى النحاول على المشاركة وإنهي بشارك مفاجئاً كيف يسألس التى هو هؤلاء جيدة طيب يدون أن يكونوا على قبلهم يجب أن يكونوا على جيد من الهتلة لأيضان يكونوا على قبلهم يقولون أنهم لا يفكرون فهم يقولون أنه الوصول فأسم الله، ويمكنوا كيستاه. إذا كنت أعطي طبعا الأمر في صفحات طبعا أطباقيا الله، نقول ما تقول فأنت سألنها سألنها أتواك يا للحسن تأسى ما قال نهاية الحمد في عرود و القوافية و هذا ما هي التجاني رحمه الله عثمان ملك تقولني إنما من ان سنة و اهل زمانه كلهم فاز راقيا سواء من قال من قفى نهجي و إصيره هواي شخشف التجاني لا ي обсطرنا و مالك تجاني و أحد إنما ان نتكلم في الدقاء تكون عثمان أتيق و ميهولا قبريم شخص سنة و اهل زمان يقولون كاهل زمانه كلهم فاز راقيا جاء جاءлично فصوفي اذا تلسته وباء الله يجب ان يساول على ما يشكر انا عندي عندما يضحون بشكل مدعش يجب ان يساولوني كيف كيف تشكير بي أدرس كما يعطيك بعمد إبقال الثاني تظن الله تنفج يقول أنه يجب أن يجب أن يساولي إلا يوم القيامة لم تأكل لمبالك لابدك يا صاحب الفيضة لَبَّقتِ أمَّتُ رَسُولِ اللَّهِ لن يسلسل تناك فقط لن يواقف نحن حسنتُ من حسنتِ عبدالله سلام شكراً سيد أحمد بن الخليفة سيد جاء عمال اتجاني على هذه المداخلة القيمة لا شك أنه عباب وجداول ولكن الزمن لا يتسح والآن نواصل مع الشيخ إبراهيم نيس وعلاقته بالقرآن الكريم وخير من يتناول هذا الموضوع هو الأستاذ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله الجيجبي وكلنا نعرف تلك المجهودات التي بزلت في سبيل تحقيق الشيخ وسياحاته وما تناوله من الدروس القرآنية والآن ندعو الأستاذ أحمد بن الشيخ محمد عبد الله جيجبي يتفضل مشكورا ترجمة نانسي قنقر